هذا وقد تمكنت الأجهزة الأمنية منذ عدة أيام من تحقيق ضربة حاسمة لإحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة للإدجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظة مطروح حيث تم ضبط كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة بقيمة مالية حوالي 284 مليون جنيه بمشير إلى أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة خلال تلك الفترة تقدر قيمتها المالية قرابة ملياري جنيه